لو رجعنا للتقرير جاء فيه أيضا أن زيادة الطلبات الجديدة لشركات القطاع الخاص ساعد في تحسن مستويات التوظيف لكن السؤال إلا أدى لارتفاع مستويات الطلبات الجديدة؟ هل المشروعات أزياد ولا في أسباب تانية؟ تنوع الإنتاج في مجالات مختلفة زيادة الصادرات زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية مصر بفضل لا تتمتع الآن باستقرار اقتصادي وسياسي وأمني وهذا الاستقرار يعكس إقبال المستثمرين الأجانب والعرب على الاستثمار في مصر نرى مجموعة من الشركات العملاقة وبدون ذكر أسماء أتت إلى الاستثمار في مصر لماذا؟ أولا الموقع الاستراتيجي ثانيا توافر عناصر الأمن القومي أيضا فيما يتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي استقرار سعر الصرف أيضا ما يتعلق بتشجيع الدولة من خلال القوانين والتشريعات الجديدة لتيسير إجراءات الاستثمار والتسهيلات الممنوحة وأيضا الحوافز والإعفاءات أيضا ما يتعلق بإنشاء بوابة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية بأنواعها ومناطقها لكل المستثمرين وبالتالي تنوع هذه الاستثمارات وخلق فرص جديدة أدى إلى مزيد من الإقبال على المنتجات المصرية زيادة الصادرات وبالتالي زيادة التوظيف مسألة ضمان استدامة الدخول خلال الجائحة ما تأثيره على مستويات التوظيف؟ هناك مصطلح يسمى التنمية المستدامة sustainable development وبالتالي هذه التنمية بتكون بتراعي زي ما بيقولوا كده التنمية المستدامة علشان أنا أوفر بيئة خصبة للمواطنين الآن وأيضا الأجيال المستقبلية يعني مراعاة حقوق الأجيال الحالية وعدم إهمال حقوق الأجيال المستقبلية وبالتالي التنمية المستدامة بتراعي كل العناصر التي يمكن أن تكون محفزة وداعمة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي تخفيض معدلات التضخم تخفيض معدلات البطالة أيضا رأينا أن مصر في ظل هذه الجائحة كانت تقريبا هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط تحقق معدل نمو إيجابي 2.8% والمتوقع بإذن الله 5.4% أو 5.6% طبقا لتوقعات صندوق النقد أو البنك الدولي تختلف التوقعات أيضا الحفاظ على مستوى بي بلس من الجدارة الاقتمالية ده معناه إيه؟ معناه أننا قادر على سداد التزاماتي وبالتالي هناك مصادر متنوعة للدخل وشوفنا قناة السويس لما حصلت المشكلة بتاعت قناة السويس حتى السفن التي قررت أن تغسلك طريقا آخر عادت مرة أخرى وبالتالي دا يدل على أن فعلا المشروعات القومية العملاقة التي تم إنفاق المليارات على هذه المشروعات وإن كان في وقت من الأوقات كان البعض يقولون لماذا ننفق على الطرق والكباري الأولى بناء أن ننفق على الغذاء أيضا سلة الغذاء وبالتالي سلة الغذاء اللي هي الاهتمام بزيادة مساحة الرقع الزراعية من لا يملك قوت ولا يملك قراره كما يقال وبالتالي اهتمت مصر والقيادة السياسية بزيادة مساحة الرقع الزراعية شوفنا مشروع المليون ونصف الدان والمليون ونصف الدان الآخر وأيضا إعطاء قطع من الأراضي الزراعية وسحب القطع من الأراضي الزراعية التي بعض المستثمرين أخذوها ولم يطوروها أو يزرعوها كل هذا في ظل طبعا توجه الدولة إلى ما يسمى بالتنمية الشملة أو التنمية المستدامة وتحسين وزيادة رفاهية المواطن المصري شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور ماجد عبدالعظيم طبعا دائما نسعد بحضورك دكتور ماجد عبدالعظيم الخبير الاقتصادي أنا بسعد وبتشرف وجودي مع حضرتكم شكرا جزيلا بردين الكرام وهكذا نصل لنهاية لقائنا الليلة في مال وأعمال أشكركم جزيلا على المتابع هذه المشروعات كلها تحتاج إلى كوادر نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الأجنبية عادة بيتم فيه مرحلة تسمى المرحلة الانتقالية بأعد الكوادر ثم تقود هذه الكوادر الوطنية هذه المشروعات